أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان عم تصل رسائل كتيري وفي تساؤلات وفي حيري وفي أمور عم بتصير في حياة الإنسان ومش مدرك إيه اللي عم بيصير حواليه ولكن الشيء الأهم إنه كتير من الناس ابتدأت تشك في صلاح الله وابتدأت تشك في محبة الله عاوز أشجع كل مشاهد لا تشك في محبة الرب لك محبة الله لا تتغير ولن تتبدل محبة الله مش بحسب الظروف والإمكانيات إذا أنت صالح أو غير صالح إذا أنت بار أو أنت خاطئ فالمحبة هي طبيعة الله الله يحب بغض النظر الله يعني يحب إلى درجة أنه أرسل المسيح حتى يموت من أجلك ومن أجلي حتى يقدم الخلاص الكامل مكتوب لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية واضح أنه الله يحب الإنسان والله يحب الإنسان مش مجرد محبة يعني مؤقتة ولا حسب شو عملت أو ما عملت محبة الله بغض النظر مكتوب ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا يقول النبي إرمياء ومحبة أبدية أحببتكي من أجل ذلك أدمت لكي الرحمة فإذن هذه المحبة هي محبة أبدية محبة أزلية محبة بغض النظر محبة غير محدودة محبة غير مشروطة محبة التي تعطي وتعطي وتعطي وتبذل بكل عطاء وبكل سخاء وبغض النظر هذه المحبة اللي تكلم عنها الرسول يحنى انظروا أيّة محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله وهذه المحبة أظهرها يسوع المسيح وهذا اللي بعجبني في شخصية المسيح قال ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائهم فالمسيح لم يأتي لمجرد أن يتكلم بكلام ولا ليقود الناس قائلا هكذا يقول الرب أو اتبعوا هذه الوصية هو تجسد في شخصه المبارك هو المثال الكامل الوحيد اللي الناس لازم تتمثل منه فالمحبة طبيعته هو تجسيم لهذه المحبة لغته كانت لغة المحبة معاملاته كانت معاملات المحبة خلاصه كان تعبير عن المحبة غفرانه كان من أجل المحبة صلاحه توازن في هذه المحبة فالمحبة غير محدودة وهذه المحبة هي محبة إلهية من طرف يقدم لك فإما أنت تقبل أو ترفض ولكن حتى ولو أنت رفضت برضو تذكر أنه الله الله بحبك نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا يحبنا بغض النظر إذا مكتوب في سفر الأمثال إنه الصديق يحب في كل الوقت فكم بالحاري الرب اللي بيحبنا مش كل الوقت من الأزل إلى الأبد لأنه هاي طبيعته طبيعة المحبة فإذا إخوتي وأخواتي هذه المحبة محبة شافية تشفينا من كل ضغينة من كل مرض من كل حقد من كل عداء من كل كرهية هذه المحبة غافرة فمكتوب أحبائي المحبة تستر كثرة من الذنوب هذه المحبة أحيانا مؤدبة يعني الله بيقدبنا في المحبة مكتوبة لأن الذي يحبه الرب يؤدبه فمرات كتير أمور بتحدث في حياتنا إحنا غير مدركين الخطة الكاملة للرب فمخطته رائع لحياتك خطته منسجمة ومحكمة لخيرك هو بيحبك فأنت استسلم لمحبة الله وضع ثقتك في هذه المحبة إنه هو عم بيعطيك الأفضل فمحبة الرب هي محبة شافية ثم أحبائي كلمات الرب هي كلمات شافية أرسل كلمته فشفاهم حتى لمسات الرب لمسات شافية وجميع الذين لمسوه نالوا الشفاء فأنا اليوم بدعوك إنك تختبر محبة المسيح وفعلا تستمتع بكلمات المسيح الشافية وأيضا اتمد يدك وتقول له يا رب المسني أنا مليان ظلمي مليان ضغيني أنا مش فاهم كتير أشياء عم بتصير في حياتي من وبأ من مرض من ضربات من من إلى آخره بس أنت بحسب كلمتك تقول أنك أنت بتحبني أنا بدي أصدق هاي المحبة واشفيني من خلال هذه المحبة واغفر لي خطيائي من خلال هذه المحبة عزيزي لا تشك في محبة الرب فإنه يحبك يحبك أحبنا حتى المنتهى أحبنا أولا أحبنا ونحن بعد خطا أحبنا حتى ندعى أولاد للرب يا لعجب هذه المحبة إنها قصة الحب العجيب وهذه المحبة ظهرت في الصليب عندما مات المسيح من أجلك ومن أجلي قدم نفسه فدية أضحية من أجلك ومن أجلي ولكنه قام وهزم القبر والعذاب والجحيم حتى أنت وأنا ننال الحياة الأبدية وننال الشفاء الكامل بصلي إنه الرب يلمسك اليوم بمحبته بصلي إنه الرب يشفيك اليوم بمحبته الغافرة وبصلي إنه اليوم تحط إيدك في إيد الرب في لمساته الحانية والشافية أيضاً الرب يبركك ترجمة نانسي قنقر